انطلقت دورة ثالثة للمنتدى العالمي لكبار العلماء في شانهاي اليوم الجمعة وقد القى الرئيس الصيني سي جينبين كلمة عبر الفيديو في حفل الافتتاح دعا فيها العلماء العالميين للعمل معا لمواجهة اكبر تحديات التي تواجه البشرية كما وعد بتبني سياسات اكثر شمولا لدعم التعاون العلمي والتكنولوجي العالمي يذكر ان مواضيع المنتدى هذا العام ترتبط ارتباطا وثيقا بالصحة العامة بما في ذلك ابحاث كوفيد 19 ونظام المناعة الاصطناعية والروبوتات السريرية هذا وقد انضم 136 من كبار العلماء في جميع انحاء العالم الى الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة ايام عبر الانترنات وخارجها لمناقشة احدث ابحاثهم